والمؤتفكة تقهوة والمؤتفكة دي القوم سيدنا لوط عليه السلام واللي كانوا بيقتوا الرجال دون النساء وفي الفيديو دي يا سيد هنتكلم عن قصة نبي الله لوط عليه السلام ومين علم قومه ارتكاب الفاحشة وازاي علمهم واينا يوجد مكان قومه لوط وفي الفيديو دي يا سيد مش هطلب منك انت تعمل لايك او اشترك في القناة لان انت حرف كده لكن كل اللي بتمنى انت تتابع الفيديو للاخر وان شاء الله مش هتندم وهتستفيد في البداية كده يا سيدنا لوط عليه السلام هو ابن هران اخو سيدنا ابراهيم عليه السلام ولما مات ابو تربى في جده ازر ومع سيدنا ابراهيم اللي كان بيحبه وامن سيدنا لوط بدعوة سيدنا ابراهيم عليه السلام ولما هاجر سيدنا ابراهيم من العراق لفلسطين كان معا سيدنا لوط وبرضو في رحلة له مصر كان فيها سيدنا لوط ولما رجعوا فلسطين طلب سيدنا ابراهيم من سيدنا لوط ان هو يذهب لمدينة سادوم وعمورة عشان يدعوهم لعبادة الله وقيل ان سيدنا لوت عاش 175 سنة وسيدنا لوت في اليهودية والمسيحية فهو رجل صالح اما في الاسلام فهو نبي وبالفعل يا سيدا راح سيدنا لوت لمدينة سادوم واتجوز منهم لكن دول كانوا قوم بارتكب الفاحشة وكانوا اول ناس في التاريخ يفعلوا الفعلة دي فمن اللي علمهم ارتكاب الفاحشة وازاي علمهم شوف يا سيدا قوم سادوم او مدينة سادوم كانت كلها ارض خير وكلها اشجار وكلها سمر وكانت ممر طياري لكتير من البلدان اللي حواليهم وكلم يعد عليهم عبر سبيل كان بياخد من السمر ده لكن جد فترة عليهم حصل فيها قهط وجد وجل السمر ده خالص وفي الوقت ده يا سيدا يدخل ابليس عليهم اتشبه بصورة واحد منهم او واسوس لواحد منهم المهم ابليس اقنعهم او فضل يكلمهم على انهم لو منعوا السمر عن اي حد عبر سبيل السمر ده هيكفيهم فسألوا اي حد عبر سبيل فقال لهم اي حد عبر سبيل يعد عليكم تنكحوه وتفرض عليه غرامة اربع دنير وبكده مفيش اي حد يعد عليكم او هيجي على البلد بتاعتكم وبعدها يا سيدا بليس نفس اللي اقنعهم بالقصة دي اتشبه ليهم في صورة شاب وسيم وحلو وعبر سبيل فمسكوه وارتكبوا مع الفاحشة وكان اول واحد يرتكب معه الفاحشة وكان يا سيدا كل ما حد يعد عليهم بيمسكوه بيعملوا الجريمة او المصيبة دي وياخدوا ماله لدرجة ان ما فيش حد بيجي يعد علي البلد بتاعتهم لكن هم تعود ان هم يعملوا القصة دي فبدوا يعملوها مع بعض لان خلاص ما كانش في حد اصلا بيعد علي المدينة بتاعتهم وكانوا مخصصين مكان عشان يعمل القصة دي بدون حياة او اي خوف وقيل ان نفسها برضو كان بتعمل الموضع ذا مع بعضيها فجاهم سيدنا لود عليه السلام يدعوهم لعبادة الله وترك عمل اللي في عشاء دي واللي هي اصلا مخالفة للفترة السليمة وما فيش اي حط لبيعي ممكن يعملها واللي هم اول ناس في التاريخ عملوها لكن هم رفضوا الكلام سيدنا لود لان الشوز كان عندهم هو القاعدة والاصل في حياتهم اما الطهر ده كان جريمة وكان هو الاستثناء في حياتهم واللي زيك طلبوا من سيدنا لود انه هو ينزع عليهم العذاب اللي هو بيكلمهم عنه ومش بس كده لكمان هددوه انه يقرضوه من المدينة لانه هو طاهر وما كم شايفين الطهر ده جريمة ازاي هو اصلا عايش وسطينا وهو طاهر لكن سيدنا لود برضو مسكتشي فضل يدعوهم لعبادة الله وترك الفاعشة دي وان هي دي مجرد شهوة لا فايدة منها ولا اي هدف والشهوة للعلم نوعين شهوة صادقة شهوة كاذبة فالشهوة الصادقة دي اللي بيختل الجسم بيها زي الاكل اما الشهوة الكاذبة دي الجسم مش بيختل بيها وفعلة قوم سيدنا لود دي الجسم مش بيختل بيها ولا هو اصلا عايزها لان هي اصلا منافية للفطرة المهم يا سيدي لما ربنا اراد انه ينزل العذاب على قوم سيدنا لود بعت الملائكة لسيدنا لود لكن قبل ما يوصلوا سيدنا لود عدوا على سيدنا ابراهيم وبشروا انه سيكون لي ولد من زوجات السيدة صار اسمه يصحاق ومن بعد يعقوب وهيكونوا انبياء وجلوله برضو انه سيتم انزال العذاب على قوم لود فسيدنا ابراهيم قالوا من فيها لود فالملائكة قالوا له نحن واعلم بمن فيها فضل سيدنا ابراهيم اجادل عشان ياخروا العذاب لعل الله يهديهم فالملائكة قالوا له خلاص لقد فات الاوان فراحوا يا سيدنا لود لكن تشبهوا في صورة شباب شكلهم جميل وشكلهم حلو وضلبوا من سيدنا لود انه يضيفهم واللي كان معروف في الكرم فوافق سيدنا لود عليه السلام لكن كان خايف من قومه واللي ممكن يعملوا قومه مع شباب زي دول ففضل يا سيد سيدنا لود عليه السلام يتكلم معهم ويلمح ليهم على بلاوه وعلى مصائب اهل مدينة سادوم وانه دول اخبس ناس على وجه الارض لربما الشباب دول يرجعوا وما يكملوش مع الطريق ودي كانت شهادة من سيدنا لود على قومه لان الله لم ينزل العذاب على قوم الا بشهادة نبيهم عليهم لكن الملاكة او الشباب دول كملوا معاها لغات البيت ولما وصل البيت طلب من بناتة ان هما ميقولوش او يخبروا اي حد من اهل مدينة سادوم لكن مرات الخاينة هي اللي عملت كده واخبرت قومها ان سيدنا لود مع الشباب فجاء اهل مدينة سادوم لبيت سيدنا لود والخيانة هنا خيانة في الدين مش خيانة في الفراش اهل مدينة سادوم طلبوا من سيدنا لود عليه السلام ان هما يصلموا هم الضوف او الشباب دول عشان يمرسوا معهم الفاحشة لكن سيدنا لود يكلمهم ورا الباب وفضل ينعهم على فعل ذلك وقال لهم سيدنا لود كما جاء في قوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهروا لكم والمقصود بالبنات هنا يا سيدي هم زوجاتهم مش بنات سيدنا لود لان النبي هو قبل كل قومه وبرضو قال لهم سيدنا لود ليس فيكم رجل رشيد وبعد كده قال لهم لو انه لي بكم قوة يعني لو كان عندي عيلة او قبيلة ينصروني عليكم لان سيدنا لود ما كانش من اهل مدينة سادوم ان هم يفتحوا الباب ومن هنا الملائكة كشفوا عن هويتهم واللي هو اصلا سيدنا لود ما كانش يعرف ان هم ملائكة وتأخير الملائكة للتعريف عن نفسهم ده لإقامة الحج على قوم سيدنا لود واللي هم بيرتكب جريمة او مع صيطة الشزوز وعشان الملائكة تكون شهود عليهم ولما حاول يدخلوا سيدنا يا جبرج رح ضربهم وطرف جناحة اعماءهم كلهم فبدوا يتحسسوا الحيطان وتوعدوا سيدنا لود وضلبت الملائكة من سيدنا لود عليه السلام ان هو يسرب اهله اللي هم امنوا ما عدا امراته لان يديها يحل عليها العذاب هي وقومها اهل مدينة سادوم لان هي كانت كافرة وضلبت الملائكة من سيدنا لود ان هو محدش يبص صوراه خالص وموعد العذاب هيكون الصبح ولما جاء سيد الصبح وده هو موعد العذاب نزلت عليهم حجارة من سجيل ودي حجارة مش زال الحجارة اللي احنا نعرفها ده حجارة مكتوب عليها اسم كل واحد فيهم كانت لما بتنزل عليها فيموت على ظول بعدها سيدنا جبريل جعل عليها سافل حجارة وقرى قوم لود موجودة في بلاد الشام ودي كانت طريق بالنسبة الاهل القريش كانت بيعدوا عليها لما كانوا يسافروا من مكة لبلد الشام وكرة ده موجودة بالقرب من البحر الميت لكن مكننش مكان البحر الميت لان البحر الميت لا تشكلس بعد عذاب قوم بدونها권 سيدنا فيزر لكن كان أكثر قول سيدنا لود لكن هما موجودين من مكان اجريب من البحر المي واللي كان يا سيدة بيعمله قوام سيدنا لوت او اهل مدينة السادوم حاليا في دول بتدافع عنه بتعمله قوانين وبتروج له تحتاج اسم جديد اسم المثلية الجنسية في شركات اعلانات بتدعمه وبيحاول يقنعوك ان ده حرية شخصية وان ده فضة البشر وان ده اصلا حاجة موجودة في الدم ما ان اصلا قوام سيدنا لوت هما اول ناس في التاريخ او في البشر عمل القصة دي واعلامهم يا سيدة بيحاول انه هما يزوج في القصة دي وبيحاول ان هما يفرضوا ثقافتهم حتى على المجتمعات اللي دينهم بيحرم القصة دي طبعا شوفنا الموضوع ده جريب في كاس العالم وده كان ظهر مع منتخب المانيا ووزير الداخلية المانيا ان هما كانوا بيحاول ان هما روجوا للقصة دي لكن الحمد لله الاسلام كان واضح وحاسم في القصة دي